أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في خدمة دروس اليوم لدينا درس بعنوان قياس الأطوال بالسنتيمترات لمادة الرياضيات بالصف ثاني ابتدائي فهيا بنا نتعلم اليوم أعزائي الطلاب استعمال النماذج لقياس الأطوال بالسنتيمترات واستعمال مصطرة السنتيمترات لتقدير الأطوال وقياسها فهي بناء للنشاط التالي استعمل السنتيمترات لقياس الأشياء القصيرة إذا كان طول المكعب الواحد واحد سنتيمتر فكم سنتيمترا طول المقص الآن يا أبطال المكعب كما تشاهدون طوله واحد سنتيمتر نضع يا أبطال الصفر عند بداية المكعب ونلاحظ أن طول المكعب واحد وسنقيس يا أبطال طول هذا المقص في استهدام المكعبات والمكعب الواحد يساوي واحد سنتيمتر الآن نأتي يا أبطال ونضع المكعبات المحاذات المقص وتكون يا أبطال الشرق أن هذه المكعبات متصلة نأتي الآن يا أبطال ونضع المكعبات من هنا واحد نان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة الآن وضعنا يا أبطال المكعبات المحاذات المقص وعدد هذه المكعبات عشرة أحسنتم أحسنتم إذن يا أبطال طول هذا المقص في السنتيمترات يساوي عشرة سنتيمترات تقريبا وكذلك يا أبطال يمكنني استعمال مصطرة السنتيمترات لأقيس الأطوال في السنتيمتر كما تشاهدون يا أبطال أن هذا الورد يقيس هذا المشبك ووضع الصفر يا أبطال عند بداية المشبك ونلاحظ أن طول المشبك نشير إلى الرقم خمسة أحسنتم إذن إذا أردنا يا أبطال استعمال المصطرة فإننا نضع العدد صفر عند بداية الشيء المراد قياسه وننظر نهايته تشير إلى الرقم كم ونكتب هذا الرقم إذن طول المشبك يا أبطال هو خمسة إذن طول المشبك يا أبطال يساوي خمسة سنتيمترات تقريبا أحسنتم ننتقل الآن للمثال الأول أبحث عن الأشياء الموضحة صورها ثم أقيس أطوالها مستعملة وحدة قياس طولها سنتيمتر واحد الآن يا أبطال سنستخدم المكعبات وطول المكعب الواحد هو واحد سنتيمتر نضع المكعبات دائما يا أبطال بمحاذاة الشيء المراد قياسه وعند بدايةه الآن يا أبطال نضع المكعبات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة كم طول القلم يا أبطال بالمكعبات أحسنتم عشر مكعبات والمكعب الواحد يا أبطال يساوي واحد سنتيمتر إذن كم طول القلم بالسنتيمترات أحسنتم عشرة سنتيمترات تقريبا الآن نأتي يا أبطال ونقيس القلم باستخدام المسطرة نضع الصفر يا أبطال عند بداية القلم هكذا يا أبطال توضع المسطرة يكون الصفر عند بداية القلم وننظر نهاية القلم نشيب الرقم كم؟ عشرة إذن طول القلم يا أبطال بالمسطرة أيضا عشرة سنتيمتر تقريبا ننتقل الآن للتدريب الأول أبحث عن الأشياء الموضحة ثورها ثم أقيس أطوالها مستعملا وحدة قياس طولها سنتيمتر واحد سنستخدم يا أبطال المكعبات وطول المكعب هو واحد سنتيمتر نضع المكعبات دائما يا أبطال بمحادث الشيء المراد قياسه وتكون هذه المكعبات متصلة نضع المكعبات الآن يا أبطال واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة كم طول الممحة بالمكعبات؟ خمسة مكعبات أحسنتم والمكعب الواحد يا أبطال يساوي واحد سنتيمتر إذن كم طول الممحة بالسنتيمتر؟ خمسة أحسنتم إذن طول الممحة يا أبطال خمسة سنتيمترات تقريبا الآن نضع المصطرة يا أبطال على الممحة ولابد أن يكون الصفر عند بداية الممحة وننظر نهاية الممحة تشير إلى أي رقم نضع المصطر الآن يا أبطال الصفر عند بداية الممحة ونهاية الممحة يا أبطال عند الرقم خمسة إذن طول الممحة تقريبا خمسة سنتيمترات بالمصطر أيضا ننتقل الآن للتدريب الثاني أبحث عن الأشياء الموضحة صورها ثم أقيس أطوالها مستعملا وحدة قياس طولها سنتيمتر واحد الآن يا أبطال سنستخدم المكعبات لقياس طول هذا الصمق وطول المكعب الواحد واحد سنتيمتر أين نضع المكعبات يا أبطال إذا أردنا قياس هذا الصمق أحسنتم بمحاذاة الصمق وتكون عند بداية الممتازين الآن يا أبطال نضع المكعبات هنا وتكون متصلة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة كم طول الصمق المكعبات؟ ستة مكعبات أحسنتم والمكعب الواحد يا أبطال كم يساوي بالسنتيمتر؟ واحد أحسنتم إذن كم طول الصمق بالسنتيمترات يا أبطال؟ ستة أحسنتم إذن طول الصمق يا أبطال بالمكعبات وطول المكعب الواحد واحد سنتيمتر يساوي ستة سنتيمتر تقريبا الآن يا أبطال نقيسها بالمسطرة كيف نقيس يا أبطال طول هذا الصمق المشطرة أحسنتم نضع بداية الصمق يا أبطال عند الرقم صفر ممتازين الآن يا أبطال نلاحظ أن الصفر عند بداية الصمق ونهاية الصمق يا أبطال تقريبا تشير إلى الرقم 6 أحسنتم إذن طول الصمق يا أبطال بمشطرة يساوي 6 سنتيمتر تقريبا ممتازين ننتقل الآن للتدريب الثالث أبهدوا عن الأشياء الموضحة صورها ثم قيس أطوالها مستعملا وحدة قياس طولها سنتيمتر واحد ماذا استخدمنا يا أبطال في قياس هذه الأشكال المكعبات أحسنتم إذن نقيس بمكعبات يا أبطال هذا المشبك وأين نضع المكعبات يا أبطال إذا أردنا قياس هذا المشبك ممتازين بمحاذاته وتكون متصلة نأتي الآن يا أبطال ونضع المكعبات واحد اثنان ثلاثة أربعة كم طول المشبك يا أبطال بالمكعبات أربعة مكعبات أحسنتم وكم طول المكعب الواحد بالسنتيمتر يا أبطال واحد ممتازين إذن كم طول المشبك بالسنتيمتر يا أبطال؟ أربعة سنتيمترات تقريباً أحسنتم الآن نأتي يا أبطال ونقيس طول المشبك باستخدام المسطرة كيف نضع يا أبطال المسطرة على هذا المشبك؟ أحسنتم نضع الصفر بمحاذات بداية المشبك أحسنتم الآن نضع الصفر عند بداية المشبك ونلاحظ أن نهاية تشير إلى الرقم أربعة إذن طول المشبك بالمصر يا أبطال يساوي أربعة سنتيمترات تقريباً أيضاً أحسنتم ننتقل الآن للتدريب الرابع أبحثوا عن الأشياء الموضحة صورها ثم أقيس أطوالها مستعبلاً وحدة خياس طولها سنتيمتر واحد لدي هذا القلم يا أبطال وسأستخدم المكعبات في خياس طول هذا القلم كم طول المكعب يا أبطال؟ واحد سنتيمتر تقريباً أحسنتم الآن نضع المكعبات المحاذات القلم ممتازين واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة كم طول القلم يا أبطال للمكعبات؟ عشرة أحسنتم وكم طول المكعب الواحد بالسنتيمترات؟ واحد ممتازين إذن كم طول القلم بالسنتيمترات يا أبطال؟ عشرة أحسنتم إذن طول القلم بالمكعبات التي طولها واحد سنتيمتر يساوي عشرة سنتيمترات؟ تقريباً الآن يا أبطال كيف نقيس القلم باستخدام المسطرة أحسنتم نضع الصفر يا أبطال عند بداية القلم أحسنتم هكذا يا أبطال توضع المسطرة نضع الصفر عند بداية القلم وننظر نهاية القلم تشير إلى الرقم كم عشر أحسنتم إذن قياس القلم يا أبطال المسطرة يساوي عشر سنتيمتر تقريبا أحسنتم ننتقل الآن للمثال الثاني هل نستطيع أن نقطع جزرة طولها عشر سنتيمترات إلى ثلاث قطع صغيرة طول كل واحدة منها ثلاثة سنتيمترات الآن يا أبطال نقيس طول هذه الجزرة بالمكعبات التي طولها واحد سنتيمتر نضع المكعبات دائما يا أبطال بمحادات الشيء المراد قياسه نضع المكعبات الآن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة الآن يا أبطال طول الجزر يساوي عشر مكعباته يساوي عشر سنتيمتر تقريبا الآن يا أبطال نقطع الجزر وتكون في القطعة ثلاث سنتيمترات إذن نعب ثلاث مكعبات يا أبطال ونقطع الجزر بسم الله واحد اثنان ثلاثة الآن يا أبطال نقطع القطعة الأولى واحد اثنان ثلاثة نقطع القطعة الثانية واحد اثنان ثلاثة نقطع القطعة الثالثة هل استطعنا يا أبطال أن نقطع هذا الجزر إلى ثلاث قطع صغيرة ممتازين هذه القطعة الأولى يا أبطال طولها ثلاثة مكعبات وتساوي ثلاثة سنتيمتر وهذه القطعة طولها ثلاث مكعبات وتساوي ثلاث سنتيمتر وهذه القطعة طولها ثلاث مكعبات وتساوي أيضا ثلاثة سنتيمتر إذن كم قطع يا أبطال قطعنا جزر ثلاث قطع صغيرة تبقى لدينا قطعة واحدة يبطال طولها مكعب واحد وتساوي واحد سنتيمتر الآن نضع المسطرة يا أبطال ويكون الصف عند بداية الجزء القطعة الأولى عند الثلاثة القطعة الثانية عند الستة والقطعة الثالثة عند التسعة إذن طول كل قطعة يا أبطال ثلاثة ولدي ثلاث قطع صغيرة أحسنتم ننتقل الآن للتدريب الخامس أبحث عن الأشياء الموضحة صورها ثم أقيس أطوالها مستعمل الوحدة قياس طولها سنتيمتر واحد لدي أبطال هذه المذكرة وسأقيس طولها بمكعبات التي طولها واحد سنتيمتر الآن نضع المكعبات دائما يا أبطال بمحاذاة الشيء المراد قياسه نضع المكعبات يا أبطال ونبدأ من هنا واحد نان ثلاثة أربعة أمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر كم طول يا أبطال المذكرة بالمكعبات أحد عشر سنتيمتر تقريبا أحسنتم الآن يا أبطال نتأكد ونضع المسطرة عند بداية المذكرة ممتازين الآن ننحف الصبر يا أبطال عند بداية المذكرة ويشير نهاية المذكرة إلى الرقم كم يا أبطال أحد عشر سنتيمتر تقريبا أحسنتم ننتقل الآن لسؤال التقويم الأول ألوان ثلاثة أحذية هي الأحمر الأزرق والأصفر الحذاء الأحمر أقصر من الحذاء الأزرق والحذاء الأصفر أقصر من الحذاء الأحمر ورتب الأحذية من الأقصر إلى الأقوى إذن يا أبطال نبترض أن نعطول الأحذية كالتالي الحذاء الأحمر أقصر من الحذاء الأزرق إذن الحذاء الأحمر يا أبطال قصير والحذاء الأزرق طويل نفترض يا أبطال أن طول الحذاء الأزرق 12 الآن كم يكون يا أبطال طول الحذاء الأحمر أحسنتم يكون أقل من العدد 12 إذن نقول يا أبطال أن طول الحذاء الأحمر 10 نكمل السؤال والحذاء الأصفر أقصر من الحذاء الأحمر إذن يا أبطال الحذاء الأصفر أقصر من الحذاء الأحمر إذن هو أقل من العدد 10 إذن نقول يا أبطال أن الحذاء الأصفر يساوي مثلا 8 أحسنته إذن يا أبطال الحذاء الأزرق 12 سنتيمتر مثلا والحذاء الأحمر 10 سنتيمتر والحذاء الأصفر 8 سنتيمتر تقريبا الآن نرتب الأحدية من الأقصر إلى الأطول ما هو العدد يا أبطال الأقل من هذه الأعداد؟ الثمانية أحسنتم والثمانية أبطال تمثل الحذاء الأصفر الممتازين إذن الحذاء الأقصر يا أبطال هو الأصفر ماذا يلي الحذاء الأصفر؟ هل الحذاء الأحمر أم الحذاء الأزرق؟ أحسنتم الحذاء الأحمر يا أبطال يلي الحذاء الأصفر لماذا؟ لأن الحذاء الأحمر أقصر من الحذاء الأزرق ممتازين إذن الحذاء الأصفر أقصر ويليه الأحمر ويليه الحذاء الأزرق إذن الأحدية مرتبة يا أبطال من الأقصر إلى الأطول كالتالي الأصفر ثم الأحمر ثم الأزرق أحسنتم ننتقل الآن لسؤال التقيم الثاني أبحث عن الأشياء الموضحة صورها ثم أقيس أطوالها مستعملا وحدة قياس طولها سم 1 لدي أبطال هذه الورقة وسأقيس طولها باستخدام المكعبات أحسنتم أين نضع المكعبات يا أبطال إذا أردنا أن نقيس طول هذه الورقة أحسنتم بمحاداة الورقة وعند بدايتها إذا نضع المكعبات هنا يا أبطال 1 2 3 4 5 6 7 8 إذن كم طول الورقة يا أبطال باستخدام المكعبات 8 مكعبات أحسنتم وكم طول المكعب الواحد يا أبطال بالسنتيمتر 1 إذن كم طول الورقة يا أبطال بالسنتيمترات ممتازين 8 سنتيمترات تقريباً الآن يا أبطال نقيس هذه الورقة باستعمال المسطرة كيف نضع المسطرة يا أبطال إذا أردنا قياس هذه الورقة؟ أحسنتم نضع يا أبطال الصفر عند بداية الورقة إذن نضع المسطرة كالتالي يكون الصفر عند بداية الورقة وننظر نهاية الورقة ليشيرنا الرقم كم؟ 8 يا أحسنتم إذن طول الورقة يا أبطال باستعمال المسطرة يساوي أيضاً 8 سنتيمترات تقريباً تعلمنا أعزاء الطلاب اليوم استعمال النماذج والمسطرة لقياس الأطوال بالسنتيمترات فقياس الأطوال بالسنتيمترات يكون يا أبطال كالتالي نضع بدايات الأشياء المراد مقارنتها بمحاذاة ذات القياس المكعبات ونتأكد أنها متصلة والمسطرة يا أبطال نضع رقم صفر عند بداية الشيء المراد قياسه إذن يا أبطال إذا أردنا استخدام المكعبات فإننا نضع المكعبات لمحاذاة الشيء المراد قياسه وإذا استخدمنا المسطرة فإننا نضع الصفر يا أبطال عند بداية هذا الشيء المراد قياسه بعدها يا أبطال نعد المكعبات وعددها يعتبر هو طول الشيء المراد قياسه وبالمصدر يا أبطال ننظر إلى الرقم الذي عند نهاية الشيء المراد قياسه وضعنا المكعبات يا أبطال من بداية الشيء المراد قياسه الآن نعدها وعددها هو طول الشيء المراد قياسه وكذلك المصدر يا أبطال فإننا نضع الصفل عند بداية الشيء وننظر نهاية الشيء تشير إلى أي رقم على المسطرة ويكون هذا هو طول الشيء المراد فياسم أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوقيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته